محمد جمال علي 31 سنة نادي الشمس الرياضي محافظة القاهرة أهلا بك يا محمد أهلا بحضرتك أستاذ وسامة ولسه بنتكلم عن قضية من أهم الأضايا اللي بتواجه مصر وهي قضية العشوائيات يمكن في الأوانة الأخيرة بدأت القيادة السياسية آآ يعني تهتم جدا بالقضاء على العشوائيات وفي هذا الإطار آآ النهاردة بنحتفل بمجموعة من سكان العشوائيات بيستلموا آآ مقر سكني أو مجمع سكني جديد آآ الدولة خصصته ليهم آآ عشان تنقلهم من منطقة من منطقة عشوائية إلى منطقة فعلا تستحق آآ يعني استحقوها منطقة تكون فيها حياة كريمة معنا من منطقة السكن الجديد آآ زاملنا الأستاذ محمد جمال محمد مساء الخير مساء النور أهلا بك زميلي أسامة وبكل السادة المشاهدين الكرام بالأمس القريب كان حلما تحقيقه صعب المنال اليوم أصبح حقيقة ملموسة وهو القضاء على المناطق العشوائية ففي ظل الخطة الموضوعة من قبل الحكومة المصرية نحو القضاء على العشوائيات وإعادة تسكين سكان هذه المناطق العشوائية في وحدات سكانية تتمتع بالخدمات الرئيسية اللازمة لحياة كريمة ها هنا الآن في مراسم افتتاح مشروع بشائر الخير اثنان والذي يعد امتدادا لمشروع بشائر الخير واحد والذي يقع في أحد المناطق بالقرب من حي كرموز ويعد أحد أقدم الأحياء بمدينة الأسكندرية حيث نشهد وقاع تسليم أهالي السكان وحدات سكانية متمتعة بجميع الخدمات اللازمة ومتمتعة بكل ما تحتاجه من فرش وأثاث وغير ذلك من أجل حياة كريمة لهؤلاء واسمح لي يا محمد أسقف لك شكرا جزيلا برافو 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 محمد ما شاء الله عليك شكرا يا محمد ونسمع رأي لجنة دحكين في محمد أنا شايف قداني مراسل برافو ساقفة شايف قداني مراسل شكرا جدا يمكن بس أنا عايز أطلب منك طلب صغير أنت شكلك بتحب اللغة العربية وده شيء يعني يعني تشكر عليه أنك بتحب اللغة العربية بتحبها قوي عايز بس وإحنا بنشكل ما ندوسش قوي طبعا في نفس الوقت عايز يكون لك بما إنك بقى حابب الموضوع من صغرك أنا حبيت الإعلانات من وانا طفلك كنت بقى أقرأ الأخبار زي الإعلانات طالما حابب الموضوع كده لازم يبقى لك كاركتر خاص بيك وإنت بتعمل التقرير عشان الناس وهي ماشية مش بتسفرج على التلفزيون تسمع تقول آه ده بتاع التقرير بتاع قناة كذا اللي أنا تعودت عليه الكاركتر ده إنت اللي هتقدر تعمله من نفسك شكرا جدا شكرا جدا لمحمد نورتنا ويا رب إن شاء الله تكون من الفايزين معانا إن شاء الله شكرا شكرا شكرا